لا يبقى كده بانت من اجابتك دي اهمية المتابعة من بدري من بدري ان هو متابع مع الدكتور وبيزوره زيارات دورية عشان حكاية معدل النمو دي انت اللي لازم تشوفهه بشكل دوري معدل النمو نقدر نحكم عليه قوي من سن 5 سنين واكيد 100% نقدر نحكم عليه من سن 8 سنين طيب عموما المدة الزمنية يعني في المتوسط يعني لو طفل عنده مشكلة وهتبدأ من سن 5-6 سنين تتناولها بينتهي التقويم امتى؟ بياخد وقت تقديه وتتطمن عليه بقى ويسيبه بعد كده يكمل بالنسبة للاطفال اللي بنتدي نعمل لهم حاجة زي اجهزة النمو او ده عدلات في العظم احنا بنبتدي معاه باجهزة وبعدين بيكمل متابعات ممكن توصل لحد 12 سنة لحد سن البلوغ لكن دي حالات مش هي معظم الحالات عمتا التقويم حالاته بتبتدي من 6 شهور في معظم الحالات لحد سنتين ده حوالي 90% من حالات التقويم 90% من حالات بتنحصر في المددين ما بين 6 شهور وسنتين 6 شهور لغاية سنتين يكون الاسنان تقومت يكون الاسنان تقومت ومظبوطة والعرض مظبوطة والمشاكل المصاحبة للموضوع ده انتهت تمام طيب الفايدة بقى اللي بناخدها والنتيجة هل فعلا بناخد نتيجة جيدة هل بتبقى قريبة من البرفكت او المثالي وبعدين الكلام ده كله هل بيحتاج بعد كده متابعة وتثبيت عشان مايرجعش لعب تاني طيب خلينا نتفق دكتور ايمان اي اجراء بنعمله عند دكتور الاسنان بدون متابعة هو نعتبره كأنه ما حصلش مجهود ضائع بالزبط مجهود ضائع وحاجر منها في الارض التقويم في حاجة لازم نعملها بعده اسمها المثبت او الحافظ المثبت ده الريتينر ده بنلبسه بنلبسه بعد التقويم حسب تعليمات المناسبة لكل حالة في حالات مطلوب لها 6 شهور في حالات مطلوب لها سنة في حالات مطلوب لها سنتين انت عايزة يثبت الوضع اللي انت نجحت بنثبت الوضع اللي احنا عندنا الانسجة بتاعت اللي مسكها الاسنان في الفاك هي متعودة على وضع معين فترة طويلة انت مشدتها وحركتها اه ووصلتها لكن هي ممكن ترجع لوضعها لطبيعتين لوضعها الاساسي اللي كانت متعودة عليه فلازم كل شوية زي تكون تفكرها بالوضع اللي احنا واخدين عليه اخر مقاس اللي هو الريتينر ده عشان كده المتابعة مهمة متابعة مهمة كده وبرضو الواحد بيكون صرف شوية بيكون بالزبط وما يضيعش مجهوده بالزبط ووقته لان برضو وقت ودايمن حاجة مهمة كمان يا دكتور ايمان ان حالات الريلابس او ان الحالة الرجوع اه يحصل فيها مشكلة بعد ما كانت وصلت للنتيجة الكويسة علاجها بيبقى اصعب بكتير من الحالة اللي احنا بدئين بها مجرد شوية متابعة وزيارات والمثبت بتعليمات والتعليمات اللي بعد التخويم الدنيا بتبقى ظريفة جدا